السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء العاشر من الفصل الخامس مواصلين معكم طرق تصنيع أو تحضير المواد السيراميكي والآن سنتحدث عن الطريقة الأخيرة وهي الانجيكشن مولدينج أي الحقن داخل قالب الانجيكشن مولدينج إن هذه الطريقة في الحقيقة من التقنيات التي تستخدم في تصنيع السيراميك ماتيريال حيث أننا السيراميك بلاستيك نخلطها مع السيراميك باودر من أجل التصنيع كيف تتم ذلك؟ على الخطوات الآتية نمرة واحد mix it in an extruder like setup قادي السيراميك باودر مع البيندر mixing together ثم يصبوا داخل الهوبر اللي هو الخزان بتاع المادة الانجيكشن مولدينج طيب وماذا بعد؟ الانجيكشن أو انجيكشن into a die to form complex part كما نرى المكينة آدي الإيجيكتور وآدي الهوبر به السراميك ماتيريال والبايندر يضخ المادة هذه الخليط معاً عن طريق النوزل أو الفواهة الخاصة به داخل القالب تمام؟ بعد ذلك بعد أن نحصل من هذه الطريقة على المنتج بهذا الشكل فإن هذا المنتج لابد أن يوضع داخل هذه الأفران حتى تهم له عمليتين دي بايندينج وسينترينج ليه؟ لأننا في الحقيقة محتاج أن أعمل عملية حر أو التخلص من السينمو بلاستيك ماتيريال اللي هي كانت مضافة كبايندر وبالتالي أعمل عملية سينترينج اللي هي عملية اللي نحن نقولها عبارة عن أي سينترينج عبارة عن تسخين بغرض تماسك الأسطح الخاصة بالحبابات ثم أحصل على المنتج في شكله النهائي بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر